اعزائي طلب الطلبات ديبلوم المدارس السنوية الصناعية تخصص الالكترونات اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة النظم الالكترونية كنا بدأنا في الحلقة السابقة شرح السماعات وقلنا في عندنا نوعين من السماعات السماعة الديناميكية او ذات الملف المتحرك وسمناها اللي هي موبين كويل سبيكرز والنوع التاني السماعة البلورية وكنا شرحنا في الحلقة السابقة السماعة اللي هي الديناميكية ذات الملف المتحرك وعرفنا التركيب وطريقة العمل النهاردة هنكمل بقية جزء السماعات وهناخد السماعة البلورية لو تفتكروا في الحلقة السابقة لما جينا يتكلمنا على السماعة بتاعة الملف المتحركة او السماعة الديناميكية قلتلك لو احنا فهمين المايكروفون الديناميكي اللي خدناه قبل كده هنفهم السماعة الديناميكية كويس جدا لان هي عملية عكسية تماما وبرضو نفس الكلام بنقوله بقى في الحلقة بتاعة النهاردة اني لو احنا فهمين المايكروفون البلوري اللي هو الكريستال وانا عارف ان احنا فهمناه هنفهم كويس جدا السماعة البلورية او الكريستالية وبرضو هي نظرية عكسية نظرية عكسية في السماعة البلورية حلي بالك بقى معايا اول ما سمع كلمة البلورية دي او كريستالية هنعرف ان في داخلها البلورة او الكريستالة زي اللي كنا بنستخدمها في مين في المايكروفون البلوري طب نرجى اعكد نفتكر الخصائص بتاعة البلورة الكريستال في المايكروفون البلوري قلنا اه قلنا المايكروفون البلوري لما بنتكلم امامه والبلورة داخله طبعا قدام جوه المايكروفون البلوري بيحصل تخلخل وتباعد وتقارب داخل جزيئات البلورة نفسها ونتيجة التخلخل ده بيان تجعات رفايل البلورة جهد كهربي بيتناسب مع الصوت اللي هو عمل حركة ميكانيكية على البلورة طيب يبقى فيه صوت داخل على المايكروفون البلوري زي المايك ده حصل التخلخل نتج عنه قوة دافعة كهربية لان المايكروفون اساس عمله تحويل الاشارة الصوتية الى اشارة كهربية طب ما تيجي نعمل العكس زي ما عملنا العكس في مين في السماعة الديناميكية هنعمل العكس في السماعة البلورية في مين في المايكروفون نفسه المايكروفون انا دخلت له صوت طلع اشارة كهربية طب انا لو طبقت على المايكروفون البلوري لو طبقت على طرفية البلورة اشارة كهربية متغيرة ايه اللي هيحصل فيها هتتحرك طب هي لما تتحرك ما الحركة دي بتعمل اهتزازات والحركة دي بتعمل اهتزازات هوائية بينتج عنها الصوت بينتج عنها مين الصوت اذا المايكروفون الديناميكي لما نيجي نأكس طريقة عمله يبقى سماعة ديناميكية المايكروفون البلوري او الكريستل لما نيجي نأكس طريقة عمله اصبح سماعة بلورية والموضوع بتاع البلورة او الكريستل هي بلورة معينة طبيعية من ملح اسم ملح روشيل وحنشوفها وحنشوف شكلها ايه وحنشوف ايه اللي كمان هيتصنع منها من البلورة نفسها يعني الخاصيتين اللي هم ان انا اعرضها لضغوط ميكانيكية يعني انتجع عليها اطرافها قوة دفعة كهرابية او جهد كهرابي دي خاصية الخاصية التانية لو انا حطيت جهد كهرابي عليها على اطرافها ينتجع عنا حركة ويننتجع عنا صوت الخاصيتين دول انا بستخدم فيهم البلورة في حاجات كتير وحنتعرض ونشوفها احنا بستخدمها في ايه بالزبط تعالي شوف الاول البلورة نفسها ولما اعرضها لجهد كهرابي اللي هو بيعبر عن الاشارة الكهرابية هينتجع عليها حركة والحركة دي هتجيب صوت طب ما تيجي نشوف الكلام ده بالتفصيل تعالي نشوف الكلام ده بالتفصيل ثانيا السماعة البلورية نبص كده معايا على الشاشة السماعة البلورية خلي بلاك بقى معايا ده مايكروفون خلي بقىك ده منمسل كده مايكروفون دايا دايا فريم اللي هو الغشاء بتاع المايكروفون اه دي البيزوالكتريك كريستال اه دي اللي بقولك عليها البلورة الكريستالية بص لما انا اتكلم قدام منها بينطق فيها داخلها حركة الحركة بتحصل ايه الحركة اللي قدام بتاعت الصوت دي بتخلي فيه جود كهرابي اهو على طرفي اللي هي البيزوالكتريك اللي هي الكريستال مرة موجب ومرة سالب مرة جود وموجب ومرة جود سالب اذا خلي بلاك بقى معايا شوف الكلام ده لو انا اتكلمت قدام المايكروفون ده مايكروفون طب لو انا عملت العكس بقى وجبت جود كهرابي اهو موجب وسالب وحطته على الكريستالة نتج عنه حركة لاتحركة الغشاء ده يبقى دي لو هي سماعة هيصدر عنها الصوت وده شكل بيوضح لي فعلا النظرية العكسية بين طريقة عمل السماعة البلورية والمايكروفون البلوري نشوف جزء كده يبين لي خلي بلاك بقى معايا دي جزيئات اللي في الداخل دي جزيئات بتاعة البلورة نفسها اهي البلورة نفسها بتنكمش وتتماد اهي تتمادد وتنكمش اي تقلبك معايا مع الشراء الكهربية بص اي يبقى ازا لو هي عرضتها الحركة نتج عنها جهود الكهرابي طب لو عرضتها جهود الكهرابي شايف الجهود الكهرابي بتغير مرة موجب ومرة سالب اهو نتج عنه مين الحركة ودي اللي احنا ببلع عليها النظرية العكسية للمايكروفون البلوري والسماعة البلوري هنا الفيبريشن اللي هي الحركة نفسها ايه وهنا بينتج الالكتريك بور اللي هي القدرة الكهربية اللي هو الجهد يعني ماشي مع مين بص مع مين مع الاشارة دي جهد الموجب والجهد السالب وهكذا ويحصل التمدد اللي هو التخالق واللي هو التباعد وايه والتقارب طب نشوف حاجة تانية خلي بقى اجبقى معايا هنا ده نفس الشكل بس هنحط عليه بقى لامبة بيان هنا شوف الالكتريك بور اللي هتبين لي الجهد الكهرابي اللي هو هيدي اضاءها على مين على المصباح شايف الحركة اللي بعرضها كده الحركة بعرض الكريستالة لحركة اهو هتبتنى تنكمش وتبتنى تتمدد نتيجة الانكماش والتمدد ده هينتج عن مين عن الحركة اهو ينتج عن الفيبريشن بينتج مين الالكتريك بور اللي هتبتعمل اضاءة في مين فيه للمصباح او فيه داخل اه المصباح نشوف بقى حاجة مهمة قوي التأثير اللي اتكلمت عليهم خلي بلك بقى معايا انا اتكلمت على كم تأثير على تأثيرين اللي هي healthcare اللي هم بتوع لتنين تأثير او لتنين يعني اللي حصل فيهم دايريكت افاكت وفيه reference effect دايريكت افاكت اللي هو انا لو عرضت البيزوالكتريك لصوت حينتج عندي جهد كهربية والعكسة اللي هو reference effect اللي تأثير العكسي لا ده انا مش اعرضها ليه لصوت هعرضها لبهد الكهرباء هانتق عليها ايه الصوت دول الخاصيتين المؤمن جدا اللي انا بشتغل عليهم في البيزوالكتريك بحيس ان انا اشغالها يا ام المايكروفون يا ام اشغالها سماعة بس سماعة ايه سماعة باللورية ومايكروفون باللورية لان التكوين بتاعهم زي ما احنا قلنا في الحلقات القبل كده المايكروفون بتسمى باسم العنصر اللي بحول الاشارة الصوتية الى اشارة كهربية فانا عندي باللوري باللورة هنا اصبح اسمه مايكروفون باللوري في السماعة البلورية السماعة بتسمى خلي بالك باسم المادة او العنصر اللي بحول الاشارة الكهربية الى اشارة صوتية هي البلورة برضو والكلام ده احنا قلنا على السماعة الديناميكية اللي هي ذات الملف الملف المتحرك وبرضو المايكروفون الديناميكي تعالي شوف بقى او اتنين مؤسر بتوع البيزوالكتريك نشوفه مع الشاشة زي ما احنا كده شايفين على الشاشة بتاعت فيه هنا البيزوالكتريك اهي قدام مني وفيه اتنين تأثير دايركت افكت خلي بالنا كده وركز كويس قوي معايا على الشاشة اهو دايركت افكت وفيه عندي اللي هو ريفرنس افكت الديكت افكت اللي هو الساوند اللي هو الفيبريشن والصوت لما ان طبقوا على البيزوالكتريك نخلي بالنا كده على الشاشة خليك معايا كده على الشاشة شوية تبقى مركزين عليها ساوند فايبريشن وجاي منين قدي البيزوالكتريك افكت التأثيرات بتاعتنين مين اللي هي الكريستال او البيزوالكتريك افكت فيه الالتأثير المباشر ان انا بحط لها الحركة الصوتية وبعرضه المين للبيزوالكتريك اللي هيحصل هينتج عندي الالتأثير الكهربائي الرفرس او الرفيرس العكسي اللي هو الالتأثير العكسي اللي هيحصل ان انا عرضه على الالتأثير الكهربائي وطبقها على مين على طرفي البيزوالكتريك هينتج عنها الساوند بايبريشن يبقى دول الاتنين افكت بتوع مين بتوع البيزوالكتريك تعالي شوف هنا شكل يوضح لي السماعة او الجزء اللي هيوضح لي تشغيل او طريقة عمل السماعة البلورية ادي الالكتريك سيجنل اشارة اهي او جهد كهربائي اهو الجهد الكهربائي دي هتطبقه على مين على البيزوالكتريك الجزء ده شوف الجهد الكهربائي مجرد ان انا حطيت في الجهد الكهربائي الجهد الكهربائي على فكرة ده متغير هينتج عنه مين الحركة والحركة دي هتجيب لي مين الصوت وده المثل بلات او الحفة المعدنية تعالي شوف هنا تركيب السماعة البلورية نشوف كده السماعة البلورية يوضح الشكل تركيب السماعة البلورية حيث تتكون من بلورة الكوارتز اللي هي زي ما احنا قلنا البيزوالكتريك مصنوعة من اللي هو ملح روشيل خلي بالك بقى معايا دي اهي البلورة وده القوات ببتاحها بص خلي بقى معايا وفيه محول المحول ده هو اللي هيجيب لي الاشارة الصوتية الاشارة الكهربائية المعبرة عن الصوت يعني يعني بتبقى خرجة من الاشارة بتبقى خرجة من اخر مكبر تيجي على الطرفين دول اخر مكبر الصوت اللي هو مكبر القدرة وتخش على الملف وتدقل بالحس المتبدأ على ملف السنة وتوصل لحد مين لحد البلورة اللي هي البيزوالكتريك ده اللي هنقوله في طريقة العمل انما التركيب بتاعي زي ما انا شايف البلورة ايه اللي هي من ملح روشيل وشوف اهي خلي بقى معايا البلورة بص لما حط عليها اي حركة ميكانيكية جهدك يا ربي بيتحرك معايا اهو يعني شوفت التركيب بتاعها البلورة هي نفسها شوفوا ضغوط لو انا طب حطيت بص بقى خلي بقى لو انا عرفتها لضغوط ميكانيكية اللي هي الصوت حينشق عليها قوة دفعة كهربية طب لو انا طبقت عليها بقى الطرفين دول بتاع بطرية مثلا اللي هي في الافو وخوزبطت الافو على الام ده جهد كهرابي او حطيت عليها جهد كهرابي متغير هينتق عنها الحركة والحركة دي هجيب لي مين هجيب لي الصوت تعال نشوف شكل تاني برضو يوضح لي برضو اللي هو البريس او الضغط او الحركة اللي هي بتبقى موجودة على الكريستالة او البلورة وبينتق عنها جهد الكهرابي دول طرفين بتاع مين بتاع الافو اهو البلطاميتر بينتق لي جهد كهرابي يتيجت الحركة طب لو انا حطيت الجهد الكهرابي هينتق الحركة اللي هيجيب لي صوت زي ما احنا قلنا الكلام دي احنا قلناه في الميكروفون البلوري ودينا بنقول عكسه في السماعة البلورية نفس الكلام ايه دي بلورة الكوارتس برضو حرطتها لضغوط ميكانيكية اللي هي الحركة هينتق عليها القوة دفعة كهربية ولو طبقت عليها قوة دفعة كهربية هينتق عن الحركة اللي هتجيب لي مين الصوت ونافس الشكله قدت باللورة اهي برضو ما قلتلك بالتمدد التمدد والانكماش بتاعها ده بينتق عليه بص قوة دفعة كهربية طب لو انا حطيت عليها القوة دفعة كهربية ويجهد الكهرابي على طول هيبقى انتق عن التمدد والتمدد ده للحركة اللي هينتق عنها مين الصوت تعال نشوف طريقة عمل السماعة البلورية السماعة البلورية بص خلي باكب معي بص كده ادي البيزو اللي هو العناصر بتاعة البيزو عليك تلك يعني وده الفيبريشن بص الحفة المتحرك اول مقفل بص كده اول ما حطت الجود الكهربائي عليها تبتدي تنتق الحركة ده الاساس بتاعة طريقة العمل ده الاساس بتاعة طريقة العمل بتاعت مين بتاعة البيزوالكتريك ان انا اول ما حطت جود الكهربائي ينتق الحركة الحركة دي بتبقى متصل لمعارئ او غشاء رخيط جدا نتيجة الحركة دي بيحصل الهزات لوائية وينتق عنها الصوت اللي هو بيتناسب مع مين مع الجود الكهربائي تعال نشوف الكلام ده طيقة العمل بص خلي باكب معي عندما يتم توصيل البلورة بالجود الكهربائي الجود الكهربائي ده ما قلت لك كده جاي من مكبر على طرفين الملف الابتدائي هيتنقل بالحس المتبادل للملف السنوي تخش بعد كده الجود الكهربائي يطلع على الطرفين دول هيجي على مين على البلورة يبقى اصبح البلورة دي عليها جود الكهربائي الطرفين هم اللي هيبقى لهم الجود الكهربائي جود الكهربائي ده متغير ده متغير بيزيد ويقل او بيدينه موجب ويسالب طيب طب الجود الكهربائي ده لما يتطبق على البلورة ايه اللي حينتغ هيحصل حركة في البلورة بص كده دي البلورة يحصل في الحركة البلورة دي متصلة مع طرف مهتز طرف ده مهتز بص مع مين مع غشاء مارن اول ما تحصل الحركة دي هنا في البلورة هيبتدي يهتز الطرف ده يبتدي يهز الغشاء ده ينتغ عنه الامواج الصوتية ينتغ عنه مين الامواج الصوتية تعال شوف نكتبها ازاي عندما يتم توصيل البلورة بالجود الكهربائي طبعا عن طريق المحول المعبر عن الاشارة الصوتية يعني الجود الكهربائي ده المعبر عن اشارة مين الصوتية اللي خارج من المحاول عن طريق المحاول السابق تحدث اه تزازات للبلورة تبعا للجهد الكهربي المعبر عن مين عن الإشارة الصوتية طب ما هيهتزت هيهتز الرأي ده وتنتج عن مين الصوت وحيث أنا طرف البلورة الآخر متصل بالغشاء المهتز اللي هو ده عن طريق وصلة ميكانيكية اللي هي دي الوصلة دي وذلك يؤدي إلى تغيرات ميكانيكية تحدث صوت مماثل للصوت الأصلي يعني نفس الكلام اللي هو الجهد الكهربي ده كان يعبر عن مين عن صوت الجهد الكهربي ده توصل بالبلورة حصلت الحركة بتاعة البلورة حصلت حركة الغشاء نتج عنها الصوت اللي هو بالزبط هو الصوت الأصلي تعالي شوف الشكل العملي للسماعة البلورية ده الشكل بتاعها ده الشكل العملي للسماعة البلورية خلي بالك بقى معايا السماعة البلورية احنا بنستخدمها كتير جدا. احنا بنستخدمها يعني احنا يعني احنا احنا كمدرسين وكطلبة بنستخدمها كتير جدا. يا استاذ طب ازاي احنا بنستخدمها كتير? اه بنستخدمها كتير. مش القافوا عندك. في طرف بنختبر به التوصيل او الاسلاك الواصلة او البرينتد او الكلام كله. وبنسميه البزر. اللي بيبقى عليه رمز كأن فيه رمز صوت. طرف كده في الاطراف جنب الياس الاوم والبولت والبولت الدي سي والاسي والاوم والطيار الاسي والدي سي وكلام كله. بلاقي علامة كده جنب منها علامة صوت. او احيانا مكتوب عليها بزر. وبختبر بيها مين? بختبر بيها الافو نفسه. يعني اول ما حط طرفين الافو واقفلهم مع بعض يديني صوت صفارة. هي السماعة دي. هي السماعة اللي بقولك عليها. طب بشوف اختبر برينتد. خطوط النحاس اللي على البرينتد نفسها. بحط باول طرف واخر طرف. وابتدى شوف. هسمع صوت الصفارة اتمام. واختبر بيها اطراف الافو. لان اطراف الافو ممكن تكون فيها مقطوعة من تحت البلاستيك. من تحت الكفر او الغلاف بتاعه. اول ما ازبط الافو على البزر ده. واروح قفل الطرفين يديني صوت صفارة. الصفارة دي جات من اين? من السماعة دي. اللي هنسميها سماعة البزر. طيب ده الشكل بتاعها. ده احنا هنعرف كمان هنختبرها ازاي? يعني السماعة نفسها البلورية. هنعرف هنختبرها ازاي? ونشوف الخواص بتاعتها ونشوف الاشكال المختلفة المين? ليه? السماعة البلورية. نرجع على الشاشة مرة تانية. ونشوف على الشاشة السماعة البلورية شكلها اهو. الطرفين بتوحقهم. تعال نشوف اشكال تانية قد يقول لها اشكال بتاعت السماعات مين? البلورية. اهي. اهي. كل دي اشكال. وبرضو فيه شكل تاني اهو. عدة اشكال تانية قد يقول قد يلبيزو شك? السورة الاوانية ما كانت موضحة جزء ده اهو. اهو. كل دي اشكال للسماعة البلورية. تعال نشوف بقى العناصر اللي بتدخل فيه تركبها كريستالة ملح روشيل. الكز بقى معايا. الكريستالة او البلورة اللي احنا قلنا عليها في البداية خالص اللي احنا استخدمناها في السماعة البلورية. هل هي بتستخدم في السماعة البلورية بس? لا. بتستخدم في عدة يعني حاجات احنا بنستخدمها. من ضمنها من ضمنها. خلي بقى كويس بتستخدم في الولعات العادية. الولعات. وبتستخدم في الاشعال الزاتي بتاع البوتاجاز. كل الاشكال دي كلها حوالرهالة. وبتستخدم في السماعة اللي هي سماعات الازن. كل دي بتستخدم فيها الجزء اللي هو الكريستالة اللي هو بتاعت ملح او شيل. تعال نشوف الاشكال دي. ونشوف شكلها. اه شكل الكريستالة نفسها. ونشوف سماعة الازن اللي بستخدمها في اه جهاز الاستقبال البسيط اللي هنتكلم عليه بعد كده. سماعة ازن. اه في سماعة عادية. مش الهيدفون. لا. سماعة عادية. شويرة. بتحط كده. زي دي. بس مش بتاعت التليفون او بتاعت البوبايل. لا. في سماعة الجهاز الراديو نفسه. يعني برضه هنقولك يعني حاجة معلومة بس كانت موجودة زمان. والناس اللي هم يعني زي حياتنا كده كبار في السن. زمان كان بيجي جهاز الراديو. جهاز الراديو. بيجي في العلبة بتاعته. وبيجي معاه في كيس كده سماعة صغيرة بسلك. سماعة صغيرة بسلك. زي سماعة داخليه. توصل السماعة بجهاز. لو انت عايز تسمع ومش عايز تسمع حد حوليك. بتحط السماعة دي. الطرف بتاع السماعة وتسمع انت لوحدك. لو انت قاعد في وسط اي حد. برضه نفس الكلام برضه هنشوف شكلها ايه. وعلى فكرة السماعة دي بستخدمها التاني بقولك. في جهاز الاستقبال البسيط اللي هو اول نوع من اجهزة الراديو اتعمد. وده هيدرسه ان شاء الله بازن الله. يا اما ان شاء الله في الحلقة دي يا اما في الحلقة اللي جديد. طيب. تعال شوف الاشكال الاول اللي هي بيخش في تركبها كريستالة الملح روشيل اللي هي البلورة. تعال شوف الكلام ده على الشاشة. العناصر اللي بتدخل في تركبها كريستالة ملح روشيل. خلي براك بقى معي. في عندنا هنا سبع اجزاء او سبع عمصر. ادي الاول الشكل الاولاني ده هو مين? هو الملح روشيل. اهو. دي الكريستالة. اتنين وثلاثة دي دي ولعات. اللي هي ولعات اشعال كهروديناميكي اللي هي بنسميها الجزء من الولعات. طيب. الجزء رقم اربعة ده او الشكل رقم اربعة ده. ده جهاز اشعال كهروديناميكي وده اللي بيستخدمه الاشعال الذاتي فيه اجهزة المتجهزة. رقم خامسة دي دي السماعة البلورية هي. بتاعة البازرة او البيزو. ده بالورعة على شكل ارس. وادي رقم سبعة اللي قلتلك عليها سماعة الازم. اهي. اللي بتستخدم مع جهاز الاستقبال البسيط. يبقى رقم واحد الكريستالة. رقم اتنين وثلاثة اللي هي الولعات اللي هي بتاعة اشعال الكهروديناميكي. رقم اربعة جهاز اشعال الكهروديناميكي اللي هو برضو الزاتي اللي هو بيستخدم فيه اجهزة المتجهز. اه السفارة الديناميكية اللي هي البيزو. اهي. اللي هي البازر. اللي برضو اللي احنا بقول عليها. دي السفارة اللي ببتلك بستخدمها في جهاز مين? في جهاز الابو وفي جهاز المالت ميتر. ستة دي بلور القرص ديناميكي اهي. سبعة سماعة اوزون كريستالية تستخدم لاجهزة الراديو البلورية اللي هي البسيطة اللي هو دي. وده اللي احنا هنشوفه بعد كده. تعال نشوفه. اختبار السماعة البيلورية. اسف. خكز بقى معي. السماعة البيلورية احنا عشان نختبرها. طب احنا نفتكر كده ونرجع كده بدماغنا وراء شوية في الحلقة السابقة. اختبرنا السماعة الديناميكية. ذات الملف المتحرك. لما جينا اختبرناها اختبرنا ايه فيها بالزبط اللي كان يقول لي السماعة دي سليمة ولا مش سليمة. هو الموفين كويل. الملف بتاع السماعة. الملف السماعة اللي احنا قلنا ده بتتقاس ليه قاومة معينة. كم اوم? تمانية اوم? اثناشر اوم? كلام ده كل. هو ده اللي بيحكم لي. از كانت السماعة شغالة ولا مش شغالة. ده بتدئ ايسه. بيديني اوم معين. اه لخلاص هو مجرد انها اداني اياس. واداني اوم معين. بقيت سليم. في حالة القطع. التلف الملف بيبقى ايه? قطع في السلك. مفيش حلل كده. قطع في السلك يبقى خلاص. مفيش وصل. مفيش حركة مش هيتحرك داخل المجال يبقى مفيش صوت. عشان كده بنقول. في اوم معين على الابو. يبقى خلاص السماعة دي سليمة. الديني مكية. مفيش اوم خلاص انتهي. طب اجي بقى للسماعة البلورية. مفيهاش ملف. كل اللي فيها ايه? البلورة. يبقى اختبر مين? اه اختبر البلورة. هتختبر البلورة ازاي? هختبر البلورة دي عن طريق الخصائص بتاعتها. هي خصائص بتاعتها فاكرين تلسه يمين في بداية الحلقة. خاصيتين. ان انا لو طبقت عليها جهد كهربي. هتبقى فيها حركة. ولو طبقت عليها حركة هينشأ عنها جهد كهربي. هما الاتنين دول اللي هقدر احكم بيهم. وخلي بالك عشان تبقى عارف. ممكن من خاصية واحدة احكم على البلورة على السماعة البلورية شغالة ومش شغالة. ما انا هعرضها ايه? لجهد كهربي. عندك عانا حركة سليمة. طب لأ. هعمل عليها حركة بايدي. است على اطراف فلا يد في جهد كهرباء. عشان كده السماعة البلورية اللي هي الكريستالة. بتبقى زي القرص. زي القرص. ده غير النوع اللي هو بتاع الولعات. انا بتكلم عالسماعة. بس برضو هنتكلم عنها ده برضو. ده وده عمليا. يعني لما اجي امسك القرص وادوس عليه الكريستالة نفسها. وفي طرفين. المفروض انا كده بعمل ضغط ميكانيكي. يعني كاين بحط عليها صوت او بحط بحط طب عليها حركة ميكانيكية. تنشأ عليها قوة دفعة كهربية. القوة دفعة كهربية دي اختبارها ازاي? بحاجتين. يا اما حاجة بتنور وما فيش عندي غير الليد. عشان قوة دفعة كهربية مش كبيرة. يا اما اخدوا الطرفين بتاع السماعة البلورية دي واوصلهم على مين? على الافو. وحطوا على بولت دي سي. واشوفوا الجهد الكهرابي مع الحركة بتاعتي. فيه جهد الكهرابي وبيزيدوا ويقلوا مع الحركة ولا لا. يبقى دولي الطريقتين او الطريقة اللي انا اختبر بها السماعة البلورية. تعالوا نشوف الكلام ده عمليا. اختبار السماعة البلورية. حشوف بقى انواع من اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليهم. شوفناهم في الاشكال اللي بتخش فيها او في تركيبها مالحو روشيل. في عندي طبعا في عندي الافو. وفي عندي جزء او زي بالزبط اللي هو اللي بنعرض له برضو زي هو هو برضو مالحو روشيل. شكلين هم? شكل القرصة هو وده شكل اللي هو زي الضغط الميكانيكي. نضغط عليه يدينا جهد الكهرابي. بص هنا بقى خلي باكبأ معايا. ايه اللي انا هعمله هنا? واضح هنا ان انا عندي ده الجزء اللي هو داخله البلورة وده لد. وده عامل زي اللي اللعب الزبط. فانا بضغط عليه بعرضه لحركة. الليد ده المفروض يعني طبعا ما عرضت البلورة لحركة ميكانيكية المفروض اعترافية قوة دافعة الكهرابية جهد الكهرابي. طب جهد الكهرابي ده هيعمل ايه في الليد? هيخلي الليد ده ينور. طب انا بحرك يعني خلي بالك ده معايا. بص انا هعمل ايه? همسك الليد اللي في البلورة ده هبتدى دغطه مرة واتنين وتلاتة. الاطراب بتاعته واصلة مع مين? مع الليد. مع الحركة بتاعت الليد. المفروض في مع الحركة الميكانيكية اللي على البلورة دي. المفروض في جهد الكهرابي يخلي الليد ينور وطي. دي عشان اختبار. ممكن ياخدوا الطرفين دول بقى اللي هم. بطلبة اللهم واصلين على الليد اخدوا مع الابو واشوفوا جهد الكهرابي. على شاشة الابو. طب تعان شوف الكلام ده? تعان شوف الكلام ده. نرجع للشاشة مرة تانية. ونشوف هنعمل ايه في الحركة الديناميكية. اهي. انا وصلت الليد ده هو مع الجزء المتحرك واشوف. اهو الجزء المتضغط. ده البلورة داخل الجزء ده على فكرة. البلورة داخل الجزء الاسود. اشوف ناتج عنده جهود بقى الليد بدأ ينوره. يبقى فعلا انا عربتها لحركة ميكانيكية حصلت الجهود الكهرابي اللي ينور. طب لو انا عطيتها بقى جهود الكهرابي عليها ايه بيحصل الحركة? اللي اعتنتك على مين الصوت. يبقى دي طريقة ممكن انا اختبر بها برضو. الميكروفون ادينا البلوري والسماعة البلورية. ادي السماعة البلورية. اهي. اللي زي ما قلت لك كده بنستخدامها كمان في اجهزة الماتميتر. او الافو ميتر. بص هنضغط عالقرص بقى. هخبط عالقرص كده بحركة ميكانيكية. وعينة على الليد. اهو. شايف? اللي حصل فيه اضاءة الليد مع كل خبطة. فيه جهود الكهرابي بيطلع. بيبين لي الجهود الكهرابي ده مين? اضاءة الليد هي اللي بتبينها. هنا بص هبتدي اخد على المباين السائل البلوري ده اللي بيكتم الارقام مع جهود الكهرابي. بص كل ما وصل جهود الكهرابي. الاقي فيه حركة فين? في الارقام. هاخد بعد كده اعمل ايه بقى? هوصل الطرفين بتاع الجزء المتحرك دول على مين? على الافو متر. اهو. وهزبط الافو بتاعي. على الفولت بص مع الحركة ايه اللي هيحصل? فولت دي سي اهو. بص اهو. فيه جهود الكهرابي شغال اهو. وخلي بالك بص هاي فولت جهود الكهرابي عالي كمان. مش قليل. وده الجزء اللي بيستخدم في الولعات اللي بيحدث عن طريقه اللي هي اشعال او الجزء اللي بيه اللي هو اه الجزء اللي هو بتاع اله الحالي. النار اللي بتطلع من الولعة نفسها. ده اللي بيانتو. وكده لو عرضتها للجسم على فكرة بتحس بتنميل في الصباحة نتيجة الجهود الكهرابي. او دول الجزئين اللي بتكلم عليهم اللي هما اساسا اللي هما البيزوالكتريك او اللي هما داخل في تركبهم الكريستالة او اه ملح روشيل. ادي الجزء الاولاني. وزي بيستخدم في الولعات. والجزء التاني اللي هو بيستخدم في اجهزة الماتميتر. ودول كل اتنين دول داخلهم واساس طريقة عملهم واساس تركبهم مين اللي هو الملح روشيل او الكريستالة نفسها. ايه. والجزء النظري هنبتد نسمه ونشوفه بمثل ايه اهو يبقى ده الجزء اللي انا بتكلم فيه اللي هو خاص بمين بخاص بعملية الكريستالة بتشتغل ازاي وازاي باختمرها فيه جزء معين هقولك عليه وحتفتكره يعني من قبل كده من فترة مش بنقول كتفاصيل كتفاصيل الموضوع انما بنتكلم على طريقة عمل طريقة عمل لو جينا خلي بلاك بقى معايا فتكر معايا كده زمان كان فيه انواع معينة من الاحزية اللي بتتلبس فمع الضغطة مع الحركة تبص تلاقي الاحزية دي فيها بتدي اضاءة بتدي اضاءة جت منين الاضاءة دي هي هي نفسها البيزيوالكتريك او الجزء اللي داخل فيه الكريستالة او البلورة نفسها مع الحركة زي ما قلتلك بيضغط زي ما شوفنا كده ضغطنا عليها وانا حاطت ليد الليد ده حصله ايه عمل الاضاءة بتاعتها تعالي شوف برضو طريقة تاني بنختبر بيها السماعة البلورية ونبتدي نفك من اول ما نبتدي نفك السماعة البلورية من الغلاف بتاعها ونشيلها من المادة اللي احنا بنسبتها داخل الغلاف بتاعها تعال نشوف الكلام ده نشوف كده على الشاشة شكل السماعة اهي اللي هي البيزيوالكتريك حنبتدي نفكها ونشوف داخلها في ايه بالزبط والجزء اللي هو في داخلها ده هو اللي اختبره اختبره نفسه يعني كده هختبر السماعة نفسها هذه الاطراف بتاعتي اللي هيصن عليها الجوة دي الكهرابي وهبتدي افك يشيل الغطة كفر بتاعها وانا بشيل الكفر بالراحة عشان ما بتديش يعني احاول اعمل اي تلف في الجزء الداخلي بتاع مين بتاع السماعة البلورية بيبتدي اشتغل بحظر جدا واحدة واحدة بيبتدي اتشال الكفر ده كله من الطرف التالي اللي بعد كده اتشال الكفر اهو في مادة بقى عندنا بتبقى مادة لاسقة اللي بسبت بيها الجزء بتاع البلورة او الكريستالة داخل الكفر نفسه هبتدي اشيلها هي عادي المادة دي هي بتسبت الجزء داخل الكفر اهو سابت اهو فبعمل ايه فبتدي اشيل الاول الجزء ده وبعدين ابتدي اه اشيلها من الطرف يعني من الطرف التاني بتدي ازوقها وبتدي تبتدي ايه تطلع معاها اهو كل دي مادة اللي هي بسبت بيها الجزء الاساسي بتاعي اللي هو داخله الكريستالة او الملح الرشيل اهو وبرزي ملتلك بحظر عشان متلق تسلك نفسه كمان ما يلقطعش مني لانه هشتغل عليه بعد كده هو اللي يختبر عن طريقه ابتدي اشيل المادة تاني لو في جزء تاني فاضل بنبتدي نشيله وبحظر يعني بسن المفاكة كده ومش يعني باتلف لأ بحاول اشيل بس المادة كان دي بعشرها هتلعت ايه بسليمة ما فيقاش اي حاجة وحبتدي بقى اختبرها زي الاختبار اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت الاول هبتدي اشيل العازل بتاعها الاسلاك بتاعها اهو بتاع الطرف الاحمر وبرضو نفس الكلام الطرف الاسود هبتدي اشيل العازل بتاعه لان العازل ده هو اللي ممكن اوص على لد او اوصله بجهاز افو عشوف كده برضو قد جهاز الافو وهو بتاعي وزبطه على ايه الفولت الاول ازبط الافو او ده البزر اللي بقولك عليه اللي حي بص ده داخل بص خلي باك معايا عملت انا ايه كده زبطت على البزر اللي هو بيديني صوت اللي هو السماعة الداخلية اللي جوه الافو وقفلت الطرفين على بعض فهسمع صوت واشوف ارايا دليل على ان الاطراب بضعت الافو اللي انا شغال بيها سليمة والالافو بتاعي سليم هبتدى اكمل اهو اتأكدت تمام اروح جايب المؤشر على فولت دي سي اهو هنجيبه على 20 فولت اهو 20 فولت دي سي وابتدى اوصل الطرفين دول على الجزء بتاع السماعة البلورية اهو هبتدى برضو ألف السلك حوالي الطرفين الطرف الاحمر والطرف الاسود طبعا الاحمر مع الاحمر والاسود مع الاسود وابتدى بعد كده اخد الطرف التاني اهو الاحمر برضو بوصله مع طرف الافو التاني طبعا زي ما قلتك ظابط الافو على فولت دي سي على فولت دي سي لان هو فولت دي سي انا اللي بقطعه عن طريق مين عن طريق الحركة اللي بعرضها المين ليه للبلورة نفسها هبتدى انا وصلت الطرفين ههم دلوقتي مع اطراف الافو طرفين السماعة مع اطراف الافو وابتدى بص اضغط بص على الالية الافو تشكد ايه ايه الجوه دي بزيد اهو مع مين مع كل ضغطة مع كل ايه ضغطة طبعا ممكن استغنى عن الافو واحط ايه تاني احط الليد يعني الليد برضو هيديني اضاءة اللي هي مكان التوصيل مع الافو خلي بالك بقى معايا كده انا اختبرت السماعة عن طريق مين عن طريق الافو دغطت على القرس بتاع السماعة واطراف الافو وصلة مع السماعة وشفت ان فيه بولت بيتقري على المؤشر او على شاشة الافو الطرفين اللي وصلين مع الافو دول حشيل اطراف الافو وروح موصلهم مع لد زي ما اعملنا المرة اللي فاتت وابتدي اضغط تاني وشوف اضاءة الالد وخلي بالك بقى معايا خلي بالك كويس او معايا لما تيجي تختبر السماعة البلورية عن طريق الليد اوعى توصل الليد وتضغط تخلي بالك بقى معايا من النقطة دي كويس قوي وتضغط لقيت الليد مش مد اضاءة هتقولي السماعة دي تلفة لأ لسه ما حكمناش يا ايما توصلها على فولتاميتر افو وتوصلها على فولت دي سي وتشوف الاهو لا طب اقولك على حاجة ممكن تبتدي تاخد السماعة توصلها على عليها لأ اخدت الطرفين التانين ووصلتهم بالآفو وزبط الآفو على بولت دي سي وضغط على السماعة بس تلاهيت وبيقر بولت الله ده كده الليد هو اللي بايز كده السماعة مش بايز ده كده الليد هو مقرأ لا طبعا ما تحكمش كده تحكم ايه في احتمال تاني احتمال تكون في اضاءة طالما انت هتختبر السماعة عن طريق الليد لازم يكون حواليك درجة من الازلام عشان تشوف اضاءة مين الليد ده جزء مهم جدا وهنعمله في الجزء ده في الجزء ده عملي هفكرك به ان انت لما تيجي تختبر سماعة بلورية عن طريق الليد تلاحظ الاضاءة اللي حواليك ما تكونش جديدة عشان تشوف اضاءة الليد تعالي نشوف الكلام ده على الشاشة وازاي هنعمله ولما تكون في اضاءة جديدة ازاي مش هنشوف الاضاءة بتاعت الليد ولما نخفض الاضاءة هنشوف اضاءة مين الليد تعالي نشوف الكلام ده على الشاشة اه دي الافو زي ما احنا قلنا هو خلي بلاك بلا معايا وطبعا هنبتدي نشوف ادي الفولت عن طريق الافو خلاص انا اتأكدت ان دي السماعة سليمة لاني بدين جهود مختلفة مع كل حركة اهو باين خالص شوف كل ضغطة بتجيب جهد معين مرة اتنين مرة خمسة مرة تلاتة كل ضغطة بتجيب جهد معين يبقى اذا فعلا السماعة دي سليمة المفروض اننا لما وصلها مع لد تنور وتطفي برضو بتأكد تاني كل دي بتأكد مرة واتنين واتنين ادي لد خلي باك با معايا هبتدى وصل علي نفس السماعة مع اني انا متأكد ان هي سليمة خلي بالك انا لسا شايف على الافو هاجي دلوقتي هوصلها على لد ما هو لد كمان باللون الاخضر هو بنور اضاءة باللون الاخضر وشوف مع الحركة ايه اللي حيتم عبتد اضاءة الحركة الله ما فيش اضاءة بص كده ما فيش اضاءة خاص ليه بقى لان الاهتمال طب السماعة لسه اهلك انا خلي بالك بقى معايا لسه اهلك من شوية انا مختبر السماعة على الاول لد سليمة وصلتها على الليد خلي بالك معايا وصلتها على الليد لقيتها ما فيش اضاءة بضغط عليها ما فيش اضاءة اقول لا السماعة انا متأكد انها سليمة يبقى الليد هو اللي تالف لا ما تحكمش شوية استنى شوية حاول تخفض الاضاءة حاولين الليد وتشوف اضاءة الليد لو انت خفضت الاضاءة يعني التخفض بتاعك يكون عالي جدا يعني درجة من الاسلام تكون عالية والليد مع الحركة الليد ما بنورش يبقى خلاصة انما ما قدرش اقول في اضاءة عادية والليد مش مدي اضاءة اقول لا ما ينفعش اقول تالف لا لا ما ينفعش وده اللي حنعمله دلوقتي تعال نشوف الكلام ده زي ما هو تكفي الاضاءة العادية هو الليد مش مدي اضاءة معين انا متعكد ان السماعة دي سليمة ولسه مختبر اهو مفيش خلاص مفيش اضاءة بص بقى لما خفضت الاضاءة ايه اللي حصل اهو بدأت تظهر الاضاءة خفضت الاضاءة حوالين الشغر بتاعها الحجرة اللينا قاعد فيها اهو حوالين المكتب اللينا قاعد فيه بص بقى فيه اضاءة يبقى ده اهو ده بنسبة مين ليه الجزء ده اهو اهو بين خط جبنة ليد ده اللونه احمر اهو نفس الكلام اشتغل معا اهو يبقى انا كده اختبرت السماعة بطريقتين عن طريق الافو وفزبطت عن فولت دي سي وفي نفس الوقت اختبرت برضه عن طريق مين عن طريق الجزء اللي خاص بالاتنين ليد ولازم اراعي الاضاءة حوالين مين حوالين الاختبار بتاعي عليه السماعة عشان اتأكد ان فيه اضاءة كافية او فيه درجة اظلام كافية تبين لي اضاءة الليد اضاءة مين الليد هنتكلم بقى دلوقتي على جزء مهم جدا اللي هنبتدي نشرح فيه عدد من الحلقات اللي هو اجهزة الاستقبال الازاعية احنا خلي بقى كده اتكلمنا على الميكروفونات واتكلمنا على السماعات واتكلمنا على اجهزة الارسال واتكلمنا على انواعها الام والف ام ورسم تخطيطي ودواير للعين واتكلمنا على كل انواع الميكروفونات واتكلمنا على كل انواع او على انواع السماعات هنبتدي نتكلم على اجهزة الاستقبال الازاعية اللي هي اجهزة الراديو هنتكلم عليها بالتفصيل من أول ما هنتكلم على أنواحها هو أجهزة الاستقبال الإزاعية خلي بالك بقى معايا في منها نوعين مهمين جدا أجهزة استقبال AM وأجهزة استقبال FM وحنشرحهم بالتفصيل بس قبل ما نتكلم في أنواع بتاع أجهزة الاستقبال ونبدأ نشرحها يا ترحنا فكرنا إيه هي وظيفة جهاز الاستقبال جهاز الراديو ده إيه الوظيفة اللي بيقوم بيها أو إيه العمليات اللي بيقوم بيها مهو ده جهاز دي وظيفة وظيفته إيه هتقول لي وظيفته خلي بالك كويس قوي من الكلم اللي بقوله هتقول لي وظيفته إن إحنا بنسمع المحطات كلها وبنسمع محطات من مختلف الدول اللي حوالينا وبنسمع البرامج الرياضية وبنسمع كل حال عظيم كويس قوي أنت بتسمع الحاجات دي كويس قوي يا ترى الحاجات دي صوتها ده وصل لك إزاي إيه اللي حصل جوه الجهاز إيه الوظائف اللي جوه الجهاز اللي قام بيها الجهاز عشان يوصل لك الصوت ده بتاع أي صوت من اللي امتى قلت لنا عليه فيه عدة وظائف أو فيه عدة عمليات بتقوم بيها أجهز الاستقبال أجهز الاستقبال بتقوم بيها إزاي بتقوم بيها عشان توصل لك الصوت يعني لو قلت الوظائف أو العمليات اللي بيقوم بيها جهاز الاستقبال لتنين صح كم وظيفة ركش كويس قوي في الكلام اللي حقول كم وظيفة أربع وظائف أو أربع عمليات أربع وظائف أو أربع عمليات الأربع وظائف أو الأربع عمليات دول أي جهاز استقبال إزاعي لازم يقوم بيهم ويكونوا لازم لازم وشرط أساسي أن الأربع عمليات دول لازم يتموا داخل جهاز الاستقبال هم الأربع عمليات هم الأربع وظائف أول وظيفة أنه يستقبل الموجات الكاروماناتيسية اللي جاية من محط الإرسال وحولها إلى موجات كهربية ما هو الجزء ده لو ما استقبلش أو الأجهاز الاستقبال ده لو ما استقبلش أو الوظيفة دي ما تمتش واستقبل الإشارات مش تسمح حاجة أنت ولا أي محطة من كدام اللي احنا قد نتكلم عليه طب مين اللي بيعمل الموضوع ده الهوائي يبقى ده أول حاجة الحاجة التانية أنت بتسمع المحطات دي كلها مع بعضها كل الأصوات بتخش في بعضها ولا بتسمع الصوت واحدة اللي بختاره آه صح هتقول لنا بسمع الصوت اللي بختاره بغير في المفتاح أو المكسف اللي حنقول عليه بعد كده المفتاح اللي احنا نقول عليه ونختار المحطة اللي احنا عايزين إذن في وظيفة جوه في الجهاز اسمها الاختيار بختار بيعمل المحطة اللي نعايزها ودي بتقوم بيها دايرة الاختيار عادي وظيفة تانية الوظيفة التالتة مش احنا كنا بنبعت في محطات الإرسال الإشارة الصوتية أو الإشارة الكهربية المعبرة على الصوت وبحطها على موجة تردد عالي عشان تروح لحد جهاز يستقبال فاكرين الكلام ده أو فاكرينه طب احنا بديسمع موجة التردد العالي لا ده موجة التردد العالي ووظيفتها اني اتوصل الإشارة الصوتية بس لحد جهاز يستقبال وبعدين لازم نفصل لموجة تاردد العالي عن موجة تردد مخافض موجة تردد مخافض يلا بسمح يبقى لازم في وظيفة تانية بتفصل موجة التردد العالي عن موجة تردد المخافض اللي نا بسمح ودي اسمها دائرة اسمها دائرة الكشف يبقى دي في وظيفة للهوائي استقبال موجات وتحولها من قرار مجنسية الكهربية في وظيفة لذالة الاختيار باغتار بالمحطة اللي أنا عايزها في وظيفة لذالة الكشف تالتة تالتة وظيفة إيه اللي تفصل لموقع الحملة زات الترادل العالي عن الموقع المحمولة زات الترادل مخافض الوظيفة الرابعة أو العملية الرابعة السماعة إذا نحول الإشارة الكهربية اللي جاية لي لإشارة صوتية سماحها على السماعة مين اللي هيعمل كده السماع لسه من شوية كنا بنشرح في السماعات يبقى السماعة وظيفتها تحويل الإشارة الكهربية إلى إشارة صوتية مسموعة يبقى فيه عندي أربع عمليات أو أربع وظيف لأجهزة الاستقبال الإزعية استقبال الموجات وتحويلها من كهرباء ومناطسية الكهربية ده بيقوم بها الهوائي اختيار المحطة المرغوبة ورفض باقي المحطات بتقوم بها داية الاختيار فصل الموجة الحمز زي التردد العالي عن الموجة المحمول زي التردد مخفض وبتقوم بها داية الكشف تحويل الإشارة الكهربية إلى إشارة صوتية مسموعة ودي بتقوم بها مين السماعة إذن أستنتج من كده لازم يكون موجود في أجهزة الاستقبال الإزعية الأجزاء اللي أنا قلت عليهم الأربعة عشان يحققوا الوظائف دول هما دول الهوائي داية الاختيار داية الكشف السماعة غير كده مش هيبقى فيه الوظائف مش هاسمع أصوات بتاعة المحطات اللي أنا عايزها يعني معنى كده خلي بالك من الكلام دا مهم جدا وهرجع تاني أفكرك أقول لك لما بنفهم جزء بيفيدنا كتير في الجزء اللي بعده بيفيدنا كتير في فهم الجزء اللي بعده إذن المفروض إن أنا أبص على أي جهاز استقبال إزاعي خلي بالك استقبال إزاعي مش يبقى استقبال غير لما يحقق العمليات والوظائف عشان يسمع الصوت طيب يحققهم إزاي يبقى لازم أشوف داخل الجهاز لاستقبال أساسي اللي أربع حاجات إيه هما؟ الهوائي أول حاجة داية الاختيار اللي باختار بها المحطة المرغوبة وتاني وداية الكشف والسماعة يبقى دول الأربع أجزاء الأساسيين اللي بحققوا لي الأربع وظائف أو الأربع عمليات لأجهزة الاستقبال الإزاعية بكده يبقى وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله